تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بيجيكم مني أنا محمد عوال عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى نحكي عن هاركين اللي تصدر الخبر هاركين اللي ما رح يتدرب مع توتنهام الصحفة الإنجليزية بسرعة بتعلن تمرد أهم لاعب في إنجلترا حاليا أغلى لاعب إنجليزي حاليا أهم لاعب في توتنهام حاليا ما بدو يتدرب المبدأ والقضية اللي بتدورها كثير ناس إنه كان عنده وعد من رئيس نادي ليفي إنه ده ما تأهلنا دوري أبطال حس محلك تطلع بس ليفي حس إنه استعجل في هذا الوعد وحس إنه ده ما تأهل دوري الأبطال مش حيث نتأهل أصلا لو ما حافظ على جوهرته الإنجليزية هاركين فحاول يرجع بكلامه هاركين ظل هادي ما صرح ما تكلم لكن أول ما وصل إنجلترا أعلن موقفه أنا مش جاية تدرب ديني ميري اليوم كشفت إنه الموضوع مش بس إلو علاقة بالتمرد في التدريب هاركين بده يطلع لكن هاركين أصلا ما رح يقدر يتدرب ليوم الأحد لأنه جاي من سفر من دولة أو من منطقة تتوجب فيها الخضوع للعزل الذاتي ثم فحص كورونا عشان يرجع يتدرب يعني القضية مادة أربح خمس أيام طيب قانونيا شو الوضع؟ بالنسبة لتوتنهم بالفترة الأولى من تغياب هاركين وتمرده حشرته القانوني بسيط جدا بيكون دائما الأندي عندها قائمة عقوبات يعني أول يوم غياب غرامة نص راتب أو ممكن في منهم ما بيغرموا أول مرة ثاني يوم غرامة نص راتب أسبوع بعدين غرامة أسبوع راتب بعدين قدرها تزيد لحد أسبوعين بالراتب بحيث تصير يعني في مبلغ كبير واللاعب اللي برفض يتدرب مع فريقه خلال السوق كأنه بيقول لفريقه ما بدي منكم راتب الصيف ببساطة بدي أطلع الآن هذا الجزء الأول طيب لنفرض هاركين بعد ما خلصتها العقوبات قالهم كمان مش راجع ولنفرض ما شسر سيتي ما قدمش عرض لهاركين هيك اللاعب ما بدي يلعب والنادي اللي بدي يشتري ما يشتري وتوتنهم مش عارف يجبروا يلعب ما حينزلوا غصبا عنه ويجروا على أرض الملعب صح؟ هنا بالعادة بتطروا الأندية يرجعوا لمحاكم التحكيم الرياضي ممكن اللاعبين يفسخوا عقودهم أيضا زي ما صار بقضية سبورت انجليش بونا اللاعب فسخ عقده من نفسه وقال أنا طالعي الله عقدي مفسوخ وبدي أطلع ألعب بهذه الحالة اللاعب ممكن ينتقل للعين بس بتروح القضية لمحاكمة التحكيم الرياضي زي ما صار مع لاعبين سبورت انجليش بونا بتم تقييم قيمتهم مقارنة بالسوق بسعر السوق بتلك الفترة ويؤمر النادي اللي راح عنده اللاعب يدفع هذه القيمة زي ما صار بكثير عندي أخذت لاعبين سبورت انجليش بونا في قضية فسخ العقود الجماعية اللي صارت قبل بضعة سنوات هذا من الناحية القانونية تحالوا نحكي من الناحية الرياضية الآن مع مسألة هاريكين وتوتنهم وضع هاريكين هو وضع منطقي لاعب خلينسميه كبر كثير عن النادي وهذا الكلام من العلم قيل عن لوكا مودريتش لما انتقل لريال مدريد لما وصل لوكا مودريتش ومستوى سمية بالصحفة الإنجليزية أنه يعني هو صار أكبر بكثير من توتنهم صار أضخم من توتنهم ما عاد يزبط يكون بتوتنهم لاعب بقيمة لوكا مودريتش نفس الشيء هاريكين مش العب بتوتنهم بس هذا سقف طموح توتنهم يطلع دوري أبطال يكون مزعج هون وهون يطلع لعبين بس النادي مش قادر يبني ويحول نفسه لنادي بطولات وألقاب أو نادي نافس على البطولات والألقاب فعلا يعني مش بس يحصدها أي نافس عليها ما قدر يتمث بذلك الحال فبالتالي هاريكين وصل بلا نقاش لهذا المستوى وبالتالي منطقيا نروع عن هاريكين يناسب حجمه الجديد نادي بحب يجيب الألقاب بحب ينتزع البطولات من سيتي ربما من ينادي يكون أيضا يفكر بهاريكين أي نادي من الأندية اللي بتحب تحمل كؤوس إيه هي اللي بناسبها يكون معها هاريكين لأنه هاريكين كمسألة مالية للعلم لو ضغط على توتنهام حيقض البدو ياه حيقض العقد المناسب اللي ممكن يوازي العقد اللي ممكن يقضه بمان سيتي ومان يونيتد تقريبا بس مش هذا الهدف الهدف الآن أنا بقدر أخذ هاي الفلوس وين ما أروح فليش ما أروح أخذها بمكان يجب لي بطولات ويصنع لي إرث فردي بجانب مجرد أني أحسن لاعب في توتنهام طيب الآن ننتقل للطرف الثالث اللي مستعد يستثمر مبلغ كبير جدا في هاريكين مانشستر سيتي مانشستر سيتي من حيث كرة القدم مع غوارديولا في السنوات الأخيرة اقترب كثير مما ممكن أسميه مفهوم الكمال الكروي فريق بلعب كرة قدم بأسلوب واحد فلسفة رائعة متنوعة حسب أفكار غوارديولا متحكم فيهم تماما بس هذا الفريق دائما كان تجي له مباراة ما كان عنده اللاعب الخارق اللي يقوله خليك عجلت أنا بخلص لك الأمور أنا بلف بضرب لك شوة من آخر الدنيا بمرر لك تمريرا مفاجئة بحطك أمام المرمى بدون ما أنت تفكر خليني أنا أفكر لاعب خارق عشان تكمل القطع الناقصة في بعض المباريات الآن السيتي مائة في المائة ما زال الفريق الأفضل وما زال الفريق الأقرب يبدو جماعيا أنه يفوز بالدوري بس بدي يضمن أنه خصوله ما يقربوا عليه فبروح يجيب لاعب بيجيب عشرين جول بالدوري زي هاريكين فبالنسبة للسيتي يعني أنت كما توصر كثير كبير وتصير كثير قوي وتصير كرتك قوية ومدربك من الأفضل في العالم إن لم يكن أفضلهم وبكل خط عندك لاعب لعبين العالم بيحكي فيهم بيظل بدك تدفع نفسك للأمام ما بيزبط تروح تجيب لاعب سبعة من عشرة أو تمامية من عشرة بدك تجيب لعشرة من عشرة وهاريكين بالنسبة لهم العشرة من عشرة في يورو 24 هو ابن مان سيتي لعب مان سيتي أمام الجماهير في الرسالة أخرى إنه هذا النادي ينتمي ويقترب أكثر وأكثر منهم أكيد طبعا هاريكين كع قيمة تسويقية كبيرة قيمة رياضية كبيرة قيمة وطنية إنجليزية كبيرة فمنطقي فكروا فيه هل السعر عادل ولا مش عادل منطقي ولا مش منطقي بيعكسوا شو ممكن يحقق هاريكين زي ما حكيت بفيديو مانشستر سيتي لما هزم سانت جيرمان المفهوم أكبر بكثير من مجرد مان سيتي المفهوم بتعلق بالسيتي جروب فلو هاريكين قدر ييجي ويفوزهم بدور الأبطال هذه القيمة اللي بترجع لإستثمار مانشستر سيتي أكثر بكثير من قيمته فبالتالي الاستثمار يستحق الرهان عليه يستحق بإنك تغامر فيه لأننا بنتكلم عن أفضل مهاجم في العالم من حيث استقرار المستوى آخر ثلاث مواسم فهذا لا نقاش فيه إنه هاريكين طبيعي يتغامر فيه تدفع فيه أصلا في مين رح تدفع إذا ما دفعت بهاريكين اللي كثير إحصائيات إيجابية بكوتر قدم دائما الجواب هاريكين في البريمير ليه؟ بالنسبة لتوتنهم لو أنا مكانه ما بعندي كثير ببيع بالسعر الكويس وبلحق أجيب ثلاث أربع لاعبين بسرعة بحل مشاكلي وبلعب بفريق جماعي أكثر أقل اعتمادية على الفرد اللي هو هاريكين وعندي شوية لاعبين كويسين بعالج مشاكل الدفاعية اللي هي سبب رحيل هاريكين أصلا لأنه لو كانوا دفاعهم كويس ما وصلنا لهون هاريكين أيضا مهم جدا يرجع يندرب حتى مع توتنهم حتى ما يصير فيه زي ديمبلي لما أضرب مع دورتموند عشان روع برشلونة قد ضهى إصابات الموسم الأول ومسيرته كلها انحرفت لازم اللاعب يتدرب لازم اللاعب يكون جاهز ومجهز أه هو لعب مع إنجلترا بس الآن عم برتاح لفترة ورح يجازع فلازم يرجع يبني نفسه عشان يكون جاهز وتنحل الأمور بين الأندين بشكل احترافي هذا ملخص قضية هاريكين وتمرده على توتنهم بذكركم تتركوا لايك على الفيديو تشاركوا مع أصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة